موسيقى ينقل أنه بحر العلوم المعروف السيد مهدي بحر العلوم الذي له تشرفات متعددة منقول هذا بعد أن أكمل تحصيله العلمي فكر في أن يذهب إلى مكة المكرمة الآن ليش ما هو الدافع وراء هذا القرار لم يذكر في كتب التاريخ فيما أعلم راح إلى مكة وبقي فيها فترة متخفيا إلا أن تتقوا منهم تقاتا وإلا كانوا يأخذوا يقتلوا مثل هؤلاء اللي الآن باللطيفية دا يقتلوهم من شيعة أهل البيت كان متخفي ما كان يظهر في يوم من الأيام كان يماشي إمام الحرم المكي يتمشى معه وإمام الحرم المكي لا يعرف أن هذا من أتباع أهل البيت فوصل إلى البيت يعني بيت إمام الحرم المكي بحر العلوم دخل البيت ورأى في بيت هذا الإمام مكتبة عظيمة ضخمة فقال للإمام إمام الحرم المكي ما يوجد في هذه المكتبة قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيون كل شيء أكو شوية بحر العلوم شاف في المكتبة بعدين قل أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي عنده الكتاب الكذائي أكو في مكتبتك هذا الكتاب قال الله ولكنني رأيت هذا الكتاب كتاب أبو حنيفة قال أنا شايف عبارة في هذا الكتاب أبو حنيفة يقول إنني تتلمذت عند جعفر بن محمد صلوات الله عليه الإمام الصادق وكنت آخذ منه في كل يوم سبعين حديثة أبو حنيفة هذا العالم أبو حنيفة إلى شخصية كبيرة علمية عند أبناء العام إذا أبو حنيفة يقول هذا الكلام فما هو المقام العلمي للإمام الصادق أنا متعجب من ذلك انتهى الحوار فيما بينهما وخرج بحر العلوم مرت على هذه القضية سنة كاملة في يوم من الأيام بحر العلوم كان في البيت وإذا بواحد يأتي مبعوث من قبل إمام الحرم المكي يقول إمام الحرم المكي يطلبك عند شغل وياك تعجب بحر العلوم ليش يطلب فقام وذهب وشاف أن إمام الحرم المكي في حالة الاحتضاء قال له إمام الحرم المكي أنا منذ ذلك اليوم الذي قلت لي تلك الكلمة أنا منذ ذلك اليوم ما لقلبي إلى مذهب أهل البيت ولكنني الظروف ما كانت مواتية لإظهار ذلك أنا الآن في لحظات الاحتضار أعلن لك أنني من شيعة أهل البيت وإذا أنا مت فتولى أنت تغسي لي وتكفيني وتجهيزي ودفني على طبق مذهب أهل البيت توفي العالم بعد اللحظات أو دقائق بحر العلوم طبقاً لوصيته قام بشؤونه ومعه ذوء الميت لأنه وصية القضية انتهت ولكن شيئاً فشيئاً أخذت هذه القضية بالانتشار أنه إمام الحرم المكي هذا تحول إلى موالن لأهل البيت نقل لأحد الإخوة بين قوسيين قضية مطولة مجملها أنه رحت إلى بيت إفلان إمام جمعة من الآخرين المخالفين يقول فدخلت فأدخلني في مكتبته الداخلية شفت مملوئة بكتب أهل البيت ووجدت فيها تربة قلت له هذا شنو قال أنا من أتباع أهل البيت ولكن الظروف لا تمكنني من إعلان ذلك أخاً انتشرت هذه القضية ويبدو اللي كانوا في مكة في ذاك الوقت كانوا مثل اللي الآن باللطيفية واليوسفية موجودين والمحاوي فبلغ بحر العلوم أنهم يريدون قتله ففررت منكم لما خفتكم فخرج بحر العلوم من مكة وعاد إلى النجف الأشرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة